بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة جماعة جاء نتكلم معكم بشكل قوي جدا عن أسباب وجع الظهر وفي نهاية الفيديو هنقول هو العلاج وركز بقى معي إما نتكلم عن أسباب وجع الظهر هنقول أربع أسباب رئيسية السبب الأول الحركة الغلط النوم الغلط الجري الغلط المشي الغلط إحنا بمشكلتنا بالأساسناها ما عندناش وعي صحي في طريقة المشي والحركة دي كده السبب الأولان استبعدنا هذه المشكلة وبننم نم صحي وبنتحرك بشكل صحي خلاص تمام دي كده الحمد لله بالله نستبعدنا هذه المشكلة نبدأ نشوف المشكلة التانية مشاكل التانية قد يكون فيه مشاكل بولية هي يعني مثلا وجود حصوات قد تؤثر على وجع الظهر يبقى أنت دلوقتي مثلا لو أنت عندك وجع في الظهر لازم تشوف هل عندك حصوات عندك تاريخ مرضي بالحصوات قد تكون هي سبب رئيسي لوجود وجع الظهر يبقى ده كده السبب الثاني السبب الثالث لوجع الظهر عرق النسا عندما نتكلم عن الصياتيكا أو عرق النسا الناس اللي عندها عرق النسا أكثر عرضة لوجع الظهر هناك برضو مشاكل أخرى في الأعظام المختلفة نقدر نقول بشكل بسيط كده الناس اللي عندها التهاب في المفاصل أو عندها التهاب روماتويدي لو أنتم عندكم أي مشكلة من المشاكل دي علشان نتكلم عن علاج وجع الظهر لازم نعالج المشاكل دي في البداية يبقى أول حاجة نعالج المشكلة دي في البداية أو مع هذه يعني أي طبيب في العيادة بتاعته أول حاجة يبحث عن السبب ويعالج السبب مع علاج السبب بيدي ثلاث حاجات أساسية ركزوا معي بقى لثلاث حاجات أساسية دولي إيه بقى يا دكتور أحمد ثلاث حاجات أساسية بيدي حاجة مصر ريلاكسنت أو مبسط للعضلات بيدي فيتامين بي 12 بيدي حاجة مرخي للعضلات وفيتامين بي 12 ومسكن ثلاث حاجات دولي بيتكتبوا في أي رشدة لوجع الظهر مع علاج السبب اللي قلنا عليه بنبحث عن علاج السبب إيه بالظبط ونعالج السبب مع علاج السبب بيدي فيتامين بي 12 مع مرخي للعضلات مع مسكن تمام هناخد مسكن ومرخي العضلات وفيتامين بي 12 طب ايه يا دكتور المسكن اللي هناخده النهاردة بقى مش هتكلمكم عن المسكنات التي تكتب في العيادات لا هنتكلمكم عن المسكنات الطبيعي ما نيجي نتكلم عن أفضل مسكن طبيعي على الإطلاق نقول الكوركم لكن يا جماعة فيه بقى نقطة الناس يقول لك ايه طب الكوركم ده بتاع العشاب اروح اتجيبه من عند العطار لا ما تجيبهش من عند العطار يا خوية الكوركم اللي موجود عند العطار مش هتقدر تاخد التركيزات اللي انت عايزها مهما حطيت على الأكل بتاعك تمام اتفاقنا اه قد يكون مفيد فيه جوانب أخرى نستخدمه لكن اللي احنا عشان ناخد التركيز اللي احنا عايزينه نجيبه كمكمل غذائي من منتجات كتيرة جدا في الماركت ايه خش كده الصيدلية وتقول له انا عايز مكمل غذائي يكون فيه الكوركم او فيه حاجات مشهورة زي الكوركمين قلنا كوركم كوركمين يبقى احنا كده هناخد حاجة هناخد حاجة فيها كوركمين ده كده رقم واحد ومع الكوركمين ده ناخد مرخي للعضلات طب هو المرخي للعضلات طب هتنكتب دوا بقى لا مش نكتب برضو دوا في هذا الامر هنقول لكم حاجة طبيعية مفعولها مفعول السحر بنستخدمها في العيادات بجيب نتاج رهيبة جدا بالنسبة للناس اللي بتجيلنا عنده وجع الظهر طبعا مصر يا جماعة احنا كدهكات التغذية بيجيلنا كل الحلقات ليه لانه كله بيتحول لنا بعد ما الدكتور ما يعرفش يجيب نتيجة معايا فيقول له لازم تنازل في وزنك ويقول لك واجع الظهر ده بسبب الحمل اللي موجود على الظهر نفسه فهذه الكسة اللي اشتغالة المعروفة دي في يا جماعة لو انت عندك سمنة وزادة في الوزن لازم تنازل في الوزنك لو انت عايز تخلص من اي مرض موجود عندك بقولها صريحة انا عايز هجوم من اي حد يعرضني في هذا الكلام يبقى احنا كده قلنا هندي مسكن طبيعي المسكن الطبيعي هنقدر ناخده من الكوركمين كمكمل غزاي او ناخده من اي منتج يكون في الكوركم يكون موجود في الصيدلية تاني حاجة هناخد حاجة مرخي للعضلات ما نجي نتكلم عن مرخي العضلات افضل مرخي العضلات نقدر ناخده من المغنيسيوم المغنيسيوم ده يعتبر من افضل مرخيات ناخده من الطبيع ايه افضل حاجة من الطبيع نقدر ناخد منها المغنيسيوم نقدر ناخد المغنيسيوم من السبانخ السبانخ عليكم بالسبانخ الناس اللي بتعاني من المشاكل واجهة الظهر كله سبانخ اللي هت يعني النتائج مش هقولها لكم انا خليكم تكتشفوها انتو بنفسكم نتائج نتائج سحر والله احنا بنتكلم فيه سحر يحدث للبشت اللي بيجينا عندنا وحتى ما بيجي نعمل نظام غزاي بنحط فيه سبانخ يوب احنا دلوقتي لو انت هتاكل كل سبانخ ركز على السبانخ بيا كل سبانخ عندك واجه عظهر جديد يوب احنا عايزين مرخي العضلات ناخد مرخي من ايه من الماغنيسيوم الماغنيسيوم موجود في الطبيعة في الاكل بتاعنا في ايه موجود في السبانخ يوبا احنا كده اتكالبنا عن مرخي العضلات وفايتاميل ب12 ناخدها امبولات من الصيدلي وبكده يوبا احنا كده عالجنا نعالج السبب في البداية نعرف اي السبب الازاب اللي موجودة عندنا اللي احنا قلناه في البداية لو احنا مثلا بننام بالشكل غلط نشوف النوم بشكل صح بيكون ازاي ونعمله بنتحرك غلط بنلعب برياضة بشكل غلط مفيش تسخين وتبرق حاجات دية كلها بلاستناء لازم لو احنا عندنا مشاكل في عندنا حصوات لازم نعالج الحصوة في البداية ونحاول قدر امكان نعملوكم فيديو قريبا نتكلم فيه عن علاج الحصوة وثالث حاجة اللي احنا مثلا عندنا مشاكل في التهاب المفاصل او كده لازم نعالج التهاب المفاصل ومع علاج السبب ناخد فيتامين ب12 وناخد الماغنسة من خلال السبانخ اللي بناخده مناخده في الاكل بتاعنا وفيتامين يبقى قولنا فيتامين ب12 والسبانخ ومن خلال الماغنسة اللي موجود فيه وناخد حاجة مسكن ناخدها من خلال الكوركم الموجود في منتجات اللي موجودة في الصيدلية شكرا ليكم كان معاكم الدكتور احمد عطية دهشان ما تنساش في نهاية الفيديو خد الفيديو ده الوقت حالا واي حد صديقك حبيبك قريبك تحبه انت لو بتعزه هتاخد الفيديو ده كده هو وتروح بعتهوله اما في رسائل في المسينجر او باي طريقة قد يكون العلاج اللي هو محتاجه بقالوا فترة طويلة تنسوني بصالح دعاكم شكرا ليكم كان معاكم الدكتور احمد عطية دهشان دمتم بصحة وعافية